وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة التقت أخبار الآن مع الشاعر السورية سيام شعشاع التي داعت بدورها العالم إلى ضرورة التحرك لمواجهة الجماعات التكفيرية المنتشرة في الجماعات العربية والتي تمارس أبشع أنواع العنف ضد أنوثة المرأة باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء أو ضد المرأة أنا بقول أنه فعلاً نحن مش بحاجة لهذا اليوم لأنه نحن بحاجة أن نواجه هذا العنف كل يوم اليوم القهر والتعنيف والذل والانكسار والمهاني والهزائم والجراح والأوجاع اللي عم نعيش بظلة بمجتمعاتنا العربية واللي سببها هالجماعات التكفيرية وهالظلام اللي مسيطر على عقولهم بقول أنه نحن بحاجة فعلاً للعالم كله يتحرك لحتى يواجههم ليحموا الأنوثي اللي هي مفتاح الحياة الأنوثي اللي هي الأم اللي هي الأخت اللي هي كل ما هو جميل اللي هي بوابي لمواجهة البشاعة ومواجهة مرارة الأيام اشتركوا في القناة